كشفت شركة التكنولوجيا الدفاعية البريطانية ألترا الكترونيكس في معرض الدفاع والأمن لثلاث مقاطعات عن نموذج أولي طائرة مسيرة يتم التحكم بها عن طريق العقل وبحسب منفذي هذا التطور أن كل ما يتوجب على من يقود هذه الطائرة هو تركيز انتباهه وعينه على دوائر معينة على شاشة الكمبيوتر أي أن الشخص الجالس خلف جهاز الكمبيوتر ويتحكم بهذه الطائرة عن بعد وذلك عن طريق أفكاره فقط وطائرة المسيرة ومستشعر الدماغ كان متحين في السوق منذ وقت مضى إلا أن الشركة البريطانية جاءت لتدخل برنامجا جديدا يسمح لهذين الجهازين والنظامين بالعمل معا ترجمة نانسي قنقر